السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا معنا خبر عاجل وهو أن الشرطة الألمانية الآن طوقت مدرسة فيها شاب على ما يبدو مسلح في مدينة هامبورغ تحديدا السكان هامبورغ أكيد تعرفوها إذن في هذه المدينة في هامبورغ الآن شهد طفل وحمل على ما يبدو سلاح داخل إلى مدرسة أو يمر أمام مدرسة وقام الناس والسكان بإبلاغ الشرطة الألمانية فجاءت القوات التدخل السريع والوحدات الخاصة والشرطة الألمانية وطوقت المنطقة بشكل كامل بحثا عن هذا الشاب طبعا هو يافع يونت لشا فالآن الشرطة طوقت المنطقة والآن عم تمشت داخل المدرسة الأبنية يعني بناء بناء مكان مكان غرفة غرفة حتى يتم التأكد يعني من الوضع الأمني يعني أيضا في المدرسة والشرطة عم تتقدم الآن خلال عملية يعني في البحث عن هذا الشخص لم يتم إيجاده بعد ولكن طوقوا المنطقة يعني على حد كبير وقوات كبيرة جدا يعني متجمعة في المنطقة لأهل همبورغ يعني اللي بتابعونا من هناك أكيد لاحصوا هذا الشيء لناس الأقريبين من هالمدرسة طبعا للتأكد يعني أيضا والسلامة يعني هي مدرسة موضوع ما فيه مزح أبدا فيها طبعا يعني بناء أبنية مدرسة فلذلك الآن الشرطة يعني مستمرة في عمليتها ولم تنتهي بعد طبعا هناك قلق كبير جدا من الأهالي وتجمع لهم أيضا بالقرب من المدرسة ولذلك الشرطة الألمانية تحديدا بوليتساي هامبوغ نشرت الآن على موقع تويتر أيضا معلومات هامة جدا للأهالي وأولياء الأطفال يعني نتمنى طبعا للجميع السلامة وأنه يمر هذا الموضوع على خير فتحديدا يعني طلبوا ألتان دينون عن دا أوتوهان شولة أشينا يعني الناس أولياء الأطفال يعني اللي يعني جاءوا إلى المدرسة إلى هناك فلذلك يتم رجاؤهم سيح أن دا ألتان ساملشتال عند ينفلد عليه 80A بارك بلتساي يعني يطلب الآن من الأهالي التجمع في شارع ينفلد عليه 80A في نقطة التجمع عملوا للأهالي هناك يعني يرجى أنه للأهالي القلقين يعني أنه يتجمعوا في هالنقطة يعني سيتم الاعتناء بهم من قبل قوات خاصة ووحدات متخصصة طالما أن منطقة المدرسة يعني وباحة المدرسة مغلقة ولا يسمح لأحد بالدخول إليها إذن أيضا تطمين للأهالي أن تبقوا في الخارج في هذه النقطة يعني للي طبعا قلق جدا على أطفاله فالمدرسة يعني أو الشرطة يعني أنه أغلق بالمنطقة بشكل كامل ولا تسمح بدخول أي أحد رئيسة ما يتم يعني يتم الانتهاء من العملية وإيجاد الشخص المسلح يعني النقطة هي جدا مهمة يعني من أنجل سلامة الجميع المدرسة هي مدرسة جيونازيوم أوباشتوفة وبيزورها المدرسة 1500 تلميز يعني في هذه المدرسة فنتمنى يعني السلامة للأطفال نتمنى أنه الشرطة الألمانية يعني تقدر تسيطر على الموقف بشكل كامل بدون حدوث أي ضرر لأي شخص يعني هذا ما نتمنى والعملية طبعا مستمرة ولم تنتهي بعد حاولت أن أقول لكم الخبر السريع يعني بكل التفاصيل المتوفرة لحد الآن ننتقي الآن الخبر التالي وكما كان متوقعا شرطة الألمانية ألقت القبض على شخصين مشتبه بهم في حادثة البارحة منعرف أنه كان في حادثة صدمت كل ألمانيا مقتل شرطيين شرطي وشرطية في عملية يعني دورية قاموا بإيقاف سيارة أطلقوا بنار عليهم وقتلوهم يعني لأفراد الشرطة طبعا تأثر كبير جدا في ألمانيا بهذه الحادثة وقاموا بالبحث المكسف طبعا عن المشتبهين البارحة أثناء النهار يعني بعد ما نشرنا الخبر أيضا على القناة تم أيضا نشر صورة لشخص أحد الأشخاص المشتبه بهم هو أنتغيس آ وتم إلقاء القبض عليه وعلى شخص آخر طبعا الوحدات الخاصة الألمانية والشرطة والهليكوبتر وأغلقوا المنطقة بشكل كامل وبالآخر تمكنوا من إلقاء القبض عليهم شخصين هنين مشتبه بهم أنه كانوا موجودين في السيارة وتم تقديمهم لقاضي التحقيق على ما يبدو أنهم أحدهم يعني على الأقل هو صياد فعلى ما يبدو أنه كانوا عبي صيدوا بشكل غير مشروع أو غير مسموح معهم بندقية صيد ففي السيارة كان معهم أيضا يعني الشيء الذي استعدوه لم يتم تحديده يعني هل هو خنزير بري أو غزال أو أي شيء آخر وعلى ما يبدو أن الشرطة أوقفتهم لهذا السبب ولكنهم ردوا يعني بشكل غير متوقع بإطلاق النار قتلوا الشرطيين مع الأسف يعني إصابات في الرأس يعني فالقاضي التحقيقي يعني يعتبر أن على الأغلب هذا هو السبب سبب تافه جدا في الحقيقة أنه خوفهم يعني من أن يتم معقبتهم أو اكتشاف أمرهم أنه بشكل غير مشروع أو غير مسموح يعني أنه صادوا بالغابة وهي فلما تم إيقافهم من الشرطة كانت ردت فعلهم بهذا الشكل يعني ويعني قتلوا شخصين يعني بريئين بهذا الشكل يعني شيء مؤسف جدا الأشخاص اللي تم إلقاء القبض عليهم هن من الجنسية الألمانية لنا أحدهم أندرياس آ عمرهم واحد 32 سنة والآخر 38 سنة والآن طبعا هن قيد الاعتقال على زمة التحقيق من قبل القاضي يلي أطلق يعني الآن أصدر حكم يعني بوضعهم في الحجز الاحتياطي يعني رئيسا ما تستمر التحقيقات وحتى التأكد من عدم وجود أشخاص آخرين ربما حتى الشخص ثالث أو رابع لأنه لا تعرف التواصيل بشكل كامل لحد الآن ولذلك يعني هذا القرار يعني أو زمة على زمة التحقيق يعني لسه تم إلقاء القبض عليهم بحسا ربما عن شخص آخر أو ربما التأكد من عدم وجود شخص آخر يعني كان موجود معهم ولذلك من باب التعاطف أيضا مع الشرطة وأفراد الشرطة في ألمانيا العديد من المظاهرات يعني بتتظهر يعني أو بتخرج بشكل يومي سواء لمناصري يعني موضوع حماية المناخ أو المناهدين لإجراءات كورونا يعني طلب منهم يعني بشكل أخلاقي يعني تخفيف الضغط عن الشرطة وعدم الخروج في مظاهرات أو بسموه الشباتسيغينغ يعني على الأقل في هذه الفترة التخفيف الضغط أيضا النفسي عن الشرطة طبعا يعني بنعرف الشرطية كانت لسه قيدة دراسة يعني عبت تدرس لسه ما تخرجت كشرطية يعني فتأسر كبير يعني طبعا الشرطة دائما في حالة يعني أيضا في خطر على حياتهم طبعا بطبيعة عملهم فهناك تأسر كبير يعني وطلب أخلاقي من الناس بعدم الخروج في مظاهرات يعني على الأقل يعني رئيسة ما يمر الوقت وطبعا الشيء الجيد كما أنه تم القال قبض على المشتبه بهم على الأغلب هنن يعني الفاعلين فسيتم تقديمه الآن للمحاكمة وطبعا سيتم محاكمتهم ننتقل الآن الموضوع التالي وهو موضوع التضخم نعرف أنه التضخم عبيرتفع كان في الأشهر الماضية نسبة التضخم في ألمانيا ووصلت إلى 5.2 أو 5.3 في شهر ديسمبر الشهر 12 من العام الماضي يعني الشهر الماضي وصلت إلى أعلى نسبة لها منذ عام 1992 التضخم اللي عم نشوفه في ألمانيا هو ارتفاع في الأسعار يعني عمليا كل شي عبيرتفاع أسعاره وبشكل خاص الطاقة سواء الغاز للتدفئة في البيوت أو حتى بنزين ديزل غاز زيت التدفئة كذلك يعني أيضا كلها هي عبترتفع بشكل كبير في ألمانيا حتى المواد الغذائية عم نلاحظ يعني أكيد بتروحوا بشكل يومي للتسوق عبتلاحظوا هنا وهناك يعني مرتفع أسعار العديد من الأشياء الآن انخفضت نسبة التضخم في الشهر الأول من هذا العام بنسب إلى 4.9 أن الشهر الماضي كان 5.3 الآن 4.9 يعني انخفضت نسبة التضخم ولكن بشكل بسيط كان من المتوقع أن تنخفض نسبة التضخم بشكل أكبر يعني من هذا الرقم يعني أن تتحسن الأوضاع ولكن هذا ما لم يحدث يعني بمعنى أن الشيء الذي حدث الآن هو الشيء مع الأسف سلبي يعني كان مفروض نسبة التضخم أكثر من هيك ومع ذلك لم تنخفض إلا بنسبة بسيطة مع توقع استمرار طبعا نسبة التضخم هذه في الأشهر المقبلة أيضا يعني حوالي هذه النسبة طبعا هاي الأحصائيات نشرها الآن المكتب الاتحادي للأحصاء في ألمانيا ولذلك ننتقل الآن للموضوع التالي منعرف قبل عدة أيام أيضا أنا نشرت على هالقناة أنه رئيس حزب الأف دي بي ووزير المالية ألمح إلى إمكانية إلغاء الأي اي جي أملاقة اللي هي ضريبة اللي تفرضت الدولة إلنا على أسعار الكهرباء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة هو وزير للمالية وقال يعني أنه في عقد الإتلاف تم الاتفاق على إلغاء هذه الضريبة من قبل الدولة في عام 2023 وقال أنه لو يعني اتفقت الأحزاب الحاكمة الحكومة يعني في ألمانيا على إلغاء في هذا الصيف فهذا سيكون ممكنا الآن تطورات جديدة لسه على ما يبدو أن الحكومة بسبب ارتفاع التضخم أيضا في ألمانيا والعب الزائد الآن على المواطن والأسعار وأمشوف بنزين ديزل غالي كهرباء غالي غاز غالي فلذلك الحكومة على ما يبدو ستريد تسريع هذه الخطوة فالآن يؤيد هذه الخطوة غوبة حابك أيضا من حزب الخضر اللي هو أيضا وزير الاقتصاد في ألمانيا الرئيس السابق الحزب الخضر لأنه تم انتخاب رؤساء جدد وأيضا قيسيا لنا رئيس حزب الاف دي بي وبنفس الوقت طبعا هو وزير المالية إذن يؤيدون الآن هذه الخطوة إلغاء الاي اي جي أملاقة في أسرع وقت ممكن وهذا يعني أنه ربما يتم إلغاؤها أيضا حتى قبل فترة الصيف يعني ربما في الفترة القادمة يعني في أسرع وقت ممكن طبعا ضل تأييد حزب الاس بي دي الحزب الأكبر طبعا في الاتلاف الحاكم أيضا لهذه الخطوة حتى يتم إلغاءه بشكل كامل نعف تم تخفيضة يعني بنسبة 3.7 سنت فالمطلوب الآن أن يتم أو إلى 3.7 سنت إلغاءه بشكل كامل ومع ذلك حتى لو تم إلغاءه بشكل كامل بس ارتفاع سعر الطاقة أيضا أكبر من حتى من هذه الضريبة المضافة على سعر الكهرباء لأن أسعار التدفئة والطاقة يعني والكهرباء للمنازل على المواطن زادت بنسبة حوالي 20% في هذا الشهر مقارنة مع العام الماضي إذن حتى لو تم إلغاءه وهو الشيء المطلوب رح تضل أسعار الكهرباء مع ذلك غالية طبعا الحكومة عبدت حاول تتصرف الآن بشكل سريع يعني ونتمنى فعلا إلغاءه الآن ونعين تضغط الأحزاب حزب الخضر وحزب الـFDP باتجاه تسريع هذا الموضوع وإلغاء هذه الضريبة ننتقل الآن للموضوع الألماني قطار ألماني جديد قطار سريع صاروخي اللي هو الـ ECA 3 نيو الآن في ألمانيا عنا جيل الـ ECA لأنتا سيتي أكسبرس نعرف القطارات اللي هو أبيض عليها خط أحمر هي أسرع القطارات اللي بتنتقل يعني بشكل خاص يعني بين المدن الكبيرة ما بتوقف المحطات الصغيرة فنحن عندنا الآن الجيل الرابع من الـ ECA الـ ECA فيه اللي موجود الآن في الخدمة الآن رأى رئيس شركة الخطوط الحديدية الألمانية عن طلب جيل جديد من القطارات اللي هي الـ ECA 3 نيو ولكن القطارات الجديدة مبنية على الجيل الأقدم يعني ليست جيل الرابع وإنما جيل الثالث ولكن بشكل محدث الـ Intercity Neo 3 فتم الآن طلب مجموعة كبيرة من القطارات بشكل إضافي وصل الآن العدد إلى 73 قطار إضافي تم طلبه من شركة سيمينس الشركة المصنعة التي ستبني هذه القطارات هناك مميزات يعني ممتازة جدا للقطارات الـ ECA 3 لأنها أسرع حتى من الجيل الرابع من الـ ECA 4 سرعة تصل لـ 320 كيلومتر في الساعة الخطوط في ألمانيا لا تسمح بسرعات أكبر من ذلك فأيضا من المميزات الجيدة لها أنها ستقدم راحة أكبر جودة أفضل وأيضا سرعة أكبر يعني كفي إطار الخدمات اللي بتأدمع شركة الخطوط الحديدية الألمانية وسيبدأ يعني تسليمها إلى شركة الخطوط الحديدية الألمانية في هذا العام حتى عام 2029 لـ 73 قطار اللي تم طلبه من المميزات الهامة أيضا لهذا القطار أنه يسمح بدخول الأمواج إلى القطار لشبكات الهاتف كتير فينا يعني إذا بتلاحظوا أنه مطلع بالقطار بتروح الشبكة كتير على الطريق فالآن أيضا يعني هذا القطار مبني بطريقة ومحدث بطريقة أنه يسمح أيضا بدخول يعني الأمواج للشبكات يعني اللي مستعملة للهاتف بشكل أفضل وبالتالي أنه يكون الاستقبال على هواتفنا داخل القطار بشكل أفضل وهيك بيكون عملنا جولة واسعة لهم المعلومات من ألمانيا أتمنى أن أكون أفتكم من خلال الأشياء تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته